الآن ينضم إلينا من نابلوس سيد تيسير نصر الله عضو المجلس الثوري لحركة فتح سيد نصر الله أهلا بك على شاشة الغد يعني في البداية برأيكم هل ستأتي الجهود المصرية بثمارها خلال ساعات أم للحرب أو هذه الحالة من التصعيد رأي آخر لا أنا أعتقد أن الأمور تتجه نحو الوقف إطلاق النار ويعني السلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تستطيع أيضا أن تبقى صامضة أمام حالة الشلل التي تصيب المجتمع الإسرائيلي والمستوطنات المحيطة بغلاف غزة لذلك يعني الأمور يعني تقترب كان من المفروض يوم أمس حسب كل التحليلات ولكن عدم التزام إسرائيل بشروط ومطالب حركة الجهاد الإسلامي هي التي أجلت هذا الوقف أعتقد أن الجانب المصري الآن يبذل جهود كبيرة من أجل إنجاز هذا الأمر يعني هل نستطيع أن نتحدث الآن سيد تيسير عن إمكانية قبول الجانب الإسرائيلي بشروط الجهاد الإسلامي التي تتمثل بوقف سياسات أو سياسة الاغتيالات وأيضا تسليم جثمان الشهيد الأسير خضر عدنان بالإضافة إلى الشروط التي فرضتها الجهاد وطلبتها يعني إسرائيل هي المعتدية هي التي بدأت عملية الاغتيالات في قطاع غزة وأيضا هنا في الضفة الغربية وتعمل على أن الوطن الفلسطيني كله مستباح ولا يوجد هناك لا أمن ولا أمان أو سيادة لا في غزة ولا في الضفة يعني هذه الرسالة أوصلتها إسرائيل عبر هجماتها سواء الجوية أو البرية في الضفة أو في غزة أوصلتها للعالم وأرادت أن تشعر الجميع أيضا أن قوة الردع لديها ما زالت قوية وهي تستعيدها بعد أن ظن البعض أن الاحتجاجات الداخلية في المجتمع الإسرائيلي ضد حكومة نيتنياهو قد أضعف هذه القدرة على الردع وهي الآن تحاول أن تثبت للجميع يعني فلسطينيا وعربيا وإسلاميا وحتى دوليا وخاصة في المجتمع الإسرائيلي الآن أنها يعني أن حكومة نيتنياهو ما زالت قادرة على إيصال ضرباتها لأي مكان تريده وهي بذلك يعني تبقي حالة المأساة والنكبة قائمة لإيصال رسالة الشعب الفلسطيني أنه ليس له أي مفرق قبل الحديث سيد تيسير عن ما إن كان نيتنياهو سطاعا يقنع المجتمع الإسرائيلي بما قال أنه أنجزه حتى اللحظة سواء من إعادة ترميم سياسة الردع وغيرها من الأهداف التي كان قد أعلن عنها من خلال هذا التصعيد أريد أن أتوجه معك سيد تيسير بعودة سياسات الإغتيالات يعني برأيكم هل لها مدلول في هذا التوقيت؟ نعم يعني هم يريدون أن يوقفوا أي توجه نحو العمل الفلسطيني الفدائي لأي قوة سياسية الآن الجهاد الإسلامي يعني هي التي يحاول الاحتلال أن يستفرد بقيادتها وأن يستفرد أيضا بجناح العسكري ورغم أن هناك غرفة مشتركة وهناك فصائل تعمل في هذه الغرفة وتساند حركة الجهاد الإسلامي ولكن إسرائيل تريد فعلا أن توصل هذه الرسالة للجهاد الإسلامي لأن هذه السياسة ستؤدي بك أو بالحركة إلى المزيد من العمليات الإغتيال للقيادات السياسية والعسكرية أيضا الآن تتجه نحو القيادات العسكرية حسب ما يتم الإعلان عن ذلك في البيانات الإسرائيلية ولكن أعتقد أن إسرائيل هذا الأمر استخدمته عبر مسيرتها الإجرامية وما زالت تستخدمه استخدمته ضد شهيد خليل الوزير في تونس ودد قيادات وصفراء فلسطينيين في الخارج وهي الآن أيضا تحاول أن تشعر الجميع بأن هذا هو السلاح الأنضى بيدها الخلاص من هذا المقاوم أو هذا القائد لاعتبارات عديدة من شأنها أن تشل العمل داخل هذه التنظيمات ولكن في كل مرة تعمل مثل هذه الجرائم يعني يزداد الشعب الفلسطيني وتزداد الفصائل الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية أيضا تزداد اشتعالا ورغبة سيد تيسير اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر